حدث في أسبوع الثورة السبت 29 من يونيو 2013 في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة قال مصدر عسكري إن مهلة الأسبوع التي حددها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لإيجاد صيغة تفاهم بين مؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية قد انتهت اليوم دون تقديم الأطراف المعنية أي مبادرات للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد وقبيل ساعات من يوم الزحف لإسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي حذر المصدر من مقدمات الحرب الأهلية التي لن يسمح الجيش بالوقوع في فخها لذلك بدأ انتشار القوات المسلحة على مداخل ومخارج كافة المحافظات وقدم نواب التيار المدني بمجلس الشورى استقالات جماعية دعما لحملة تمرد وقررت النيابة العامة حبس عشرات المتهمين بحيازة أسلحة النارية كانوا في طريقهم للمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس الإخواني في ميدان رابعة وعلى منصة اعتصام الجماعة الإرهابية قلل القيادي الإخواني عصام العريان من شأن يوم الزحف وأكداً أن الثلاثين من يونيو سيكون يوماً عادياً ينتهي في موعده الطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر